أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن إصابة سفينة على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة عدن وتصعد عمدة الدخان فيها ودو انفجار في المنطقة وعلى أثر الحادثة وصلت سفينة إنقاذ وسفينة حربية هندية لموقع صابة السفينة وكانت هيئة العمليات التجارية البحرية قالت إنها تلقى تقريرا عن وقاعة على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غرب عدن يأتي هذا على وقاية صعود الهجمات على السفن من قبل جماعة الحطية في البحرين الأحمر والعربي وفي وقت سابق قالت شركة أمبري للأمن البحري أن نقلت بضائع مملوكة لجهة أمريكية غيرت مسارها على بعد 57 ميلا جنوب غرب عدن وكدت الشركة أن الناقلة كانت تبحر بممر الملاحة الآمن عندما خطبها كيان يصف نفسه بالبحرية اليمنية وضفت أمبري أن سفينة قريبة نبلغت عن انفجار قرب ناقلة البضائع المملوكة لجهة أمريكية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة